إيران قامت بضرب العراق مرة أخرى بالمدفعية والطائرات المسيرة صباحا هذا اليوم وتفاصيل هذا الأمر وإذا ما ألقينا نظرة على العراق وتحديدا على شمال العراق فالمناطق باللون الأحمر كما ترون هي مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية أو الحكومة العراقية والمناطق باللون الأصفر هي مناطق سيطرة إقليم كردستان أو حكومة إقليم كردستان طبعا هنا الموصل كما ترون وهنا أربيل ومنطقة القصفة التي نتحدث عنها هي تأتي إلى شمال شرق أربيل وعلى مسافة ما يقارب 78 كيلو مترا إلى 82 كيلو مترا المناطق كلها التي تمت وعمليات والعمليات التي تمت وطبعا مسرح العمليات لهذه الضربات هي جاءت بهذا الاتجاه دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى ونتعرف على التفاصيل لهذه الضربات التي نتحدث عنها طبعا الضربات كلها جاءت في الداخل العراقي كما تلاحظون هنا في النقاط الزرقاء تحديدا وجاءت هذه النجمات على مستوى موجتين الموجة الأولى طبعا هي جاءت بأربعة طائرات مسيرة هاجمت هذه النقطة المتمثلة باسميلان بهذا الاتجاه وبعد ذلك جاءت الأنباء تتحدث بأن هناك منطقة شومان أيضا تعرضت إلى هجوم والواضح بأن هذه الطائرات المسيرة العسكرية الأربعة طائرات مسيرة هي جاءت على اسميلان وجاءت كذلك على شومان ولكن ليس هناك أمرا واضحا أو خسائرا واضحا أو ما جرى بالفعل في هاتين المنطقتين من هذا الهجوم كانت تركيز كله منصب على ما تم في هذه المنطقة التي تتمثل في ناحية سيدكان تحديدا وهذه المنطقة إلى شرقها كانت الضربات قادمة بالمدفعية الإيرانية والمدفعية الإيرانية هي كانت موجودة بالقرب من مدينة يطلق عليها مدينة شنو وتحديدا في جبال يطلق عليها جبال دول ميدان في وسطها تقريبا كانت هذه المدفعية موجودة وقامت بمهاجمة المنطقة أو القرية التي تقع إلى شرق سيدكان على مسافة كيلو مترين تقريبا وهي بربزين بهذا الاتجاه طبعا بالنسبة لهذه المنطقة التي استهدفت على مسافة 31 كيلو مترا هذه المدفعية قامت بقصف هذه المنطقة طبعا بخمسة عشر قذيفة قادمة من هذه المدفعية بالإضافة إلى ذلك أن كانت هناك طائرتين مسيرتين في هذه العملية الخمسة عشر قذيفة استمرت بالسقوط لمدة ساعة كاملة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا أما بالنسبة إلى الطائرات المسيرة التي رافقت هذه العملية واحدة من هذه الطائرات كانت طائرة عسكرية والطائرة الأخرى هي كانت عبارة عن طائرة تقوم بتصوير ما يجري وفعلا كانت هناك مقاطعا مصورة تم تداولها بهذا الشكل نشرتها إيرنا كما يبدو وكما هو واضح لطبيعة الضربات والقصف التي تمت على شمال العراق بهذا الشكل إلى شرق سيدكان كما تلاحظون وهذه الضربات كما نلاحظ وكأنها تضرب على مناطق لا يتواجد فيها أحد وكأن الضربات لا تأتي على مقرات بأي شكل من الأشكال ولكن واضح أن المنطقة جبلية وبالتالي من الصعب رؤية كل شيء يجري ولكن هذه فعلا اللقطات واضح جدا بأنها من المقاطع القادمة من هذه الطائرة المسيرة التي صورت كل صغيرة وكبيرة لهذه الهجمات التي نتحدث عنها المثير بهذا الأمر بأن إيران أعلنت مسؤوليتها عن هذه العملية وتحديدا الحرس الثوري الإيراني وحددوا الكتيبة التي قامت بهذه العملية وهي كتيبة حمزة سيد الشهداء هي التي قامت بهذه العملية وقالت بأن هذه العملية استهدفت في هذه المناطق تحديدا التي نتحدث عنها عناصرا كما وصفتها بالإرهابية ولكن المثير بهذا الأمر مع بدء هذه الضربات وبعد ساعات بسيطة من هذه الضربات كانت هناك تصريحات لعدد من المصادر المحلية كذلك تناولتها في الداخل العراقي وحتى على مستوى المصادر الإيرانية هي قادمة من حزب موجود في هذه المنطقة وهو حزب يطلق عليه حزب كوملة وهذا طبعا الحزب الذي نتحدث عنه هو حزب يساري كردي معارض للنظام الإيراني تم تأسيسه منذ عام 1967 1967 وهذا الحزب تحديدا تحدث بأنهم كانوا على علم بحسب المصادر المحلية والتصريحات التي جاءت من عدد من أعضاء هذا الحزب قالوا منذ يومين ونحن نعلم بأن إيران ستقوم بهذا الهجوم وكانت هناك التحشيدات على المستوى الشرقي وعلى المستوى كذلك جنوب شرقي هذه المنطقة وقالوا بأنه لم تكن هناك أي خسائر أي جرحى أي قتلى ولا حتى على مستوى الأضرار المادية بالنسبة إلى مقراتهم ولكن هم أخلوا مقراتهم بحسب هذه التصريحات والقذائف لم تحقق أهدافها بل أنها سقطت على الأغلب على المدنيين وكانت هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للمدنيين أدت إلى نوعا ما من نزوح أولاء المدنيين والخروج من هذه المدينة مع هذه الضربات المدفعية التي تحدثنا عنها المثير قبل هذا الهجوم الذي نتحدث عنه والذي جاء صباح هذا اليوم أن الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم أمس عن عملية إلقاء القبض على خمسة عناصر كما وصفتها بأنهم عناصر مسلحين إرهابيين كانوا موجودين في منطقة هي أيضا حدودية بين العراقي وبين طبعا إيران وهذه المنطقة التي نتحدث عنها كما صرح الحرس الثوري الإيراني هي منطقة بانا بهذا الاتجاه والتي تبعد عن مسرح العمليات والضربات التي تحدثنا عنها بمسافة تسعين كيلو مترا وقالوا بأن هؤلاء العناصر قد تسللوا إلى داخل بانا بحسب الحرس الثوري الإيراني وأنهم كانوا يريدون جعل بانا كمنطقة انطلاق للعمليات التي يهدفون إليها وبحسب الاعترافات هم اعترفوا على هذه المنطقة التي استهدفوها وعلى هذا الأساس تم الاستهداف بهذا الشكل الذي نراها المشكلة أن الحرس الثوري الإيراني كما نعلم هذه ليست المرة الأولى التي يقوموا بهذه العملية على الداخل العراقي وتحديدا على إقليم كردستان بل أن هذه العملية هي تعتبر العملية ثانية خلال هذا العام وهي في أقل من شهرين يعني في مارس الماضي كانت الحرس الثوري الإيراني قام بعملية كبيرة بالصواريخ الباليستية على أربيل نتحدث عن 12 صاروخا باليستيا تم استخدامه في تلك العملية وقالوا بأنها كانت موجهة على مقرات إسرائيلية أو تابعة إلى الموساد الإسرائيلي ولكن بعد كل النتائج على الأقل عندما نتحدث على المستوى العراقي من لجنة تقصي الحقائق تم اكتشاف وتم والوصول إلى نتيجة بأنه لم تكن هناك أي مقرات إسرائيلية أو غيرها من هذه التفاصيل وحتى كل التسريبات جاءت والتوضيحات بأن الأمر متعلق بمجموعة كار التي يديرها ومديرها التنفيذي الشيخ باز رؤوف كريم هذه الشركة التي وقعت في فبراير الماضي اتفاقية من أجل عملية بيع الغاز من الداخل العراقي طبعا من أقليم كردستان إلى تركيا بشكل مباشر وبسبب هذه الاتفاقية تبينة بكل تأكيد مع كل التحقيقات التي جاءت بأن الأمر لا علاقة له بإسرائيل بل هو بمسألة للغاز وإيران قلقة من مسائل الغاز وأن العراق قد يعتمد على نفسه بسبب تمرير مثل هذه المشاريع يجب أن تتوقف المثير بهذا الأمر أن الحرس الثوري الإيراني طبعا تبنى هذا الأمر وتبنى الضربة التي تحدثنا عنها اليوم العراق ندد أساسا بالضربات التي جاءت في مارس الماضي ولكن الواضح أن إيران لم تستمع أبدا إلى هذه القضية وبالتالي العراق اليوم عاد مرة ثانية ليندد بهذه القضية ولكن ما الذي سيتغير لنرى ما الذي سيحدث بكل تأكيد قد لا يتغير الكثير ولكن المشكلة الحقيقية الآن والأنظار تذهب إلى ما سيجري في المفاوضات النووية هنا خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني في حالة فشل المفاوضات النووية أو بقاء الحرس الثوري معاقبا ولم يتم رفعه من قوائم الإرهاب قد يكون خطرا كبيرا جدا في ظل هذه النشاطات المتكررة والمكثفة في الداخل العراقي بهذا الشكل خاصة وأنه قد يعطي إعازا أكبر للفصائل المسلحة على أقليم كردستان أو مناطق العراق بشكل عام مع الضربات المباشرة التي يقومون بها والمشكلة بأن إيران هنا بدأت تتقدم على المستوى العسكري بل على مستوى الفضاء الآن لديهم تقدم عالي للغاية الآن هذا الأمر بدأ يصبح واضحا من قضية نجحوا بالقيام بهائلة وهو هذا القمر الصناعي وهو نورتو ساتلايت الذي انطلق في مارس الماضي نجحت إيران فعلا بإطلاق هذا القمر بهذا الشكل وصل إلى الفضاء وهذا القمر الصناعي بدأت نتائج وصوله إلى الفضاء الآن تظهر الآن هناك صورا قد نشرت من هذا القمر الصناعي طبعا وهذه الصور لديها رزلوش عالي دقة عالية جدا إذا ما ألقينا النظر مثلا إلى الصور التي نشروها اليوم من هذا القمر الصناعي الإيراني سنلاحظ هذه الصورة وقالوا بأن هذه الصورة هي في الداخل الإيراني وفعلا هي في الداخل الإيراني هذه صورة أخرى للداخل الإيراني أيضا دعونا نتأكد هل هي فعلا في الداخل الإيراني هذه الصور طبعا بكل تأكيد كما تلاحظون بأننا هنا أمام مدينة بهذا الاتجاه وبأننا أمام فراغ لا بأس به هنا وكذلك هناك عدد من العلامات التي تأتي بهذا الاتجاه وكانها مثلثات بالنسبة لهذا الجبل طبعا وكذلك هناك جبلا بهذا الاتجاه الذي نلاحظه مرتفعا وهناك مساحة لا بأس بها بهذه الاتجاهين دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لنتأكد فعلا هل هذه الصور قادمة من إيران أم من منطقة أخرى وبالتالي إذا ما توجهنا الآن بالقمر الصناعي مباشرة إلى الخليج العربي وحاولنا الذهاب إلى محافظة بوشهر تحديدا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا قد هبطنا إلى المنطقة طبعا منطقة مشابهة تماما لهذه المنطقة التي ألقينا النظرة عليها وبالتالي نحن أمام نفس العلامات نفس المرتفع نفس المسافة وهذه المدينة التي ترونها بهذا الاتجاه وهذه المساحات التي لا بأس بها وهذه مدينة يطلق عليها خرموج بهذا الاتجاه في محافظة طبعا بوشهر بهذا الاتجاه وبالتالي نحن أمام نفس العلامات ولكن المثير كانت هناك صورة ثالثة قاموا بتصديرها اليوم وقاموا بنشرها في كل مكان وهذه الصورة هي تأتي بهذا الشكل البسيط الواضح بأنها ليست في الداخل الإيراني ولكن هي موجودة في الخليج العربي إذا ما أخذنا هذه النظرة على هذه الصورة تحديدا وحاولنا أن ندقق هذا الأمر مع القمر الصناعي الآن لكي نرى دقة الأمور وأين وصلت إيران في هذه المسألة من خلال الصور والصورة التي نشروها طبعا دعونا نبتعد الآن إلى الخليج العربي مرة أخرى لنرى أين هذه المنطقة تحديدا وإذا ما قمنا بالهبوط وتحديدا هنا على البحرين في مملكة البحرين سنلاحظ بأننا موجودون هنا في نفس هذه المنطقة كل شيء متشابه في هذه المنطقة وهذا هو ميناء طبعا مهم جدا موجود وهو ميناء خليفة بن سلمان وهذا وفي هذا الميناء وفي هذه المنطقة هناك الأسطولة الأمريكية الخامس وكذلك السنتكم موجودة هنا بهذا الاتجاه وبالتالي إيران تريد القول بأنني أتابع كل شيء كل صغيرة وكل كبيرة وكل شيء محدث ليس كالصور التي نعرضها هنا التي تعود إلى تاريخ مثلا قبل شهر أو شهرين أو حتى سنة الأمور محدثة ويعرفون كيف يتصرفون بها وهذا ما قد يسبب خطرا بالنسبة إلى العراق خطر الحراسة الثورية الإيراني تم الحديث عنه على أعلى المستويات من قبل الاستخبارات الأمريكية من قبل مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز بهذا الشكل كانت في جلسة مهمة جدا هي ومديرة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هذا الرجل هو سكوت بيريار كانوا في اجتماع مهم جدا للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تحدثوا تماما عن خطورة الحراسة الثورية الإيرانية والإعفاءات التي ممكن أن يتحصل عليها بسبب هذه الاتفاقية النووية أو حتى عدم رفعه من قوائم الإرهاب مما هذا الأمر مما يؤدي بحسب معلومات ما الاستخبارية إلى خطر كبير وزعزع في الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة لأفريل هينز طلبت أن تكون هناك جلسة مغلقة في هذه في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لكي تقدم أمورا خطيرة لا يمكن الإعلان عنها متعلقة بالحرصة الثورية الإيرانية وبالتالي كان هناك استياء كبيرا في هذه جلسة تحديدة من السياسات المتبعة الأمريكية في هذه المفاوضات النووية ومما سينتج عنها وبالتالي الأنظار اليوم العراقية وغيرها وما ممكن أن يتغير من هذه النشاطات كلها تتوجه إلى زيارة مهمة الآن تمت من قبل أندريكي مورا وهذا الرجل هو المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية هذا الرجل كما غرد يوم أمس بهذا الشكل أكد بأنه سيصل إلى إيران وفعلا هو موجود في إيران وفي طهران تحديدا وبدأ بعمله وحتى أن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وصف زيارة أنريكي مورا بالخرطوشة الأخيرة هذه هي آخر محاولة لعملية إنجاح العودة للمفاوضات النووية بحسب طبعا تصريحات ووصف بوريل بهذا الشكل والمشكلة أيضا بأن هناك أمورا بدأت تتراكم هذا الرجل رافيال جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس كما تلاحظون بتصريحات ثبتتها رويترز أكد بصريحة العبارة بأن هناك مشكلة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم يريدون إجابات من إيران يبحثون عنها منذ فترة لا بأس بها إيران لم تصرح لهم بها لم تعطي إجابات وافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا الأمر هو مرتبط بثلاثة مواقع قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها ووجدت جزيئات لليورانيون فيها وعندما سألوا إيران عن هذا الأمر لم تجب إيران بالشكل الواضح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضغط على هذه المسألة الآن لأنها تريد أن تخلي مسؤوليتها مباشرة إذا ما أعلنت إيران فجأة عن حصولها على القنبلة النووية وبالتالي هي مسألة مصداقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحذر من هذه المسألة وبالتالي نحن أمام شرط للحرس الثوري الإيراني الذي هو بشكل رسمي وموجود للعودة إلى الاتفاقية النووية وهذه القضية يجب أن تجيب يا إيران عن هذه المسألة وإلا هناك مشاكل بيننا وبينكم حتى لو عدنا إلى هذه المفاوضات النووية وبالتالي هنا نلاحظ التعقيدات الكبيرة لما ممكن أن يجري للعراق بظل هذه التطورات الخطيرة للغاية بكل تأكيد والتي نتحدث عنها اليوم وبالتالي العراق بالتأكيد لا زال بحاجة للعمل والقيام بالكثير من أجل الخلاص مما يجري من جميع الدول المتدخلة في داخل العراق